ضيفنا في الاستيديو الدكتور شريف التاودي أخصائي المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى الكندي التخصصي مساء الخير دكتور مساء نور أهلا وسهلا بكم بداية دكتور لو سمحت تكلمنا أكثر عن هذا المرض هو مرض نادر جدا طبعا يعني بيصيب واحد في المليون مرض عصبي بيصيب بيخلي المريض في حالة تيبس شبه مستمر مع تقلص في العضلات فده طبعا زي ما تفضلت حريكو قلت دلوقتي بيخليه فيه أعاقة في الحركة والتقلصات دي بتخليه فيه وجع وألم شبه مستمر فده بيسبب طبعا أعاقة شبه دايما للمريض طبعا أنا سمعت أنه فيه تيبسات وعشياء نفس كده ولكن شو تأثير هذا الموضوع على أحبالها الصوتية يعني من الممكن نقول خلنا نقول العصاب ومأثرة في العضلات لكن الصوت شو دخل أحبالها الصوتية بالموضوع ما هي الأحبال الصوتية برضو تعتبر بيتحكم فيها الجهاز العصبي المركزي اللي هو بيتحكم في الجزء الحركي بتاع الأحبال الصوتية فده بيتأثر برضو من ضمن الحاجات اللي بتتأثر فبيحصل فيه يعني زي بنقول مالفانكشن ما بقاش بتقدر تستخدمه زي ما كانت بتستخدمه قبل كده فأكيد هيأثر في واحدة يعني دي بقى يعني يعني كل شغلها من الأحبال الصوتية ومن صوتها فأكيد هتتأثر جامد بالموضوع ده طبعا صحيح دكتور طبعا أنا سمعت أن هذا المرض نادر وأن يصيب النساء أكثر من الشباب لو تكلمنا أكثر عن أعراض هذا المرض وكيف الواحد يقدر يكتشف أنه عند أعراض لا سمح الله هيأعراض الأساسية بوضوع التيبس أو الجمود اللي بيسيب معظم عضلات الجسم مع وجود تقلصات في العضلات بيتيجي وتروح بتتأثر بالظروف الخارجية عامة ممكن باللمس ممكن لو سمع صوت فجأة العضلات تتقلص وده بيقدي ممكن ساعة أنه ممكن العيان يقع وهو ماشي الحاجات دي كلها بنشخصها في الأغلب بالتشخيص الكلينيكي أو تشخيص السريري أكتر الفحوصات اللي بتتعامل بماشي ما فيش غير تقريبا فحص واحد تحليل في الدم للأجسام المضادة اللي هي بتبقى موجودة غالبا في 60% لـ 80% من العيانين دول هي دي اللي بنقدر نشخص بها للمرض ده فعلا عنده المتلازمة دي والمرض بعض يعني يكونون عندهم حساسية من الضوء معرف إذا المعلومة صحيحة حساسية من الأصوات العالية الأصوات الأصوات العالية ساعة له وحد يعني سمع صوت فجأة ممكن عضلات كلها تتقلص فممكن ده يخليه ممكن يتكعبل ممكن يقع كل الحاجات دي طبعا مبقاش هو متحكم فيها للأسف جميل طبعا هذا المرض أصاب كثير من الناس شو سبب أصابه دكتور يعني أنا السبب الغد وقت مش معروف بس هو في الأغلب بيبقى خلل في الجهاز المناعي بينتج أجسام مضادة بتضرب مادة معينة بيفرزها الجسم عشان يتحكم في حركة العضلات فالخالة الدوات بيقدي أن العضلات تبقى في حالة اكتيفيشن أو في حالة استثارة على طول فبيخلي العضلات متيبسة وبيخليها كمان تتقلص تحت ظروف معين طبعا إحنا بدأنا الحديث عن حالة سيلين ديون حاليا هي يعني عندها أغلب هذه الأعراض اللي حضرتك ذكرتها عشان انطمن محبين سيلين يعني عندك معلومات أكثر يعني عن حالتها الحين هي شو اللي قاعد تحس فيه غير أنه مش قادرة تشارك في الحفلات ما تستخدم صوتها صحيح وما جادرات تتحرك يعني ممكن تزيد حالتها سوءا هل ممكن يعني أو ممكن تتحسن برعيه هو طبعا هو للأسف هو المرض مدوش علاج بشكل نهائي بس نقدر ندي أدوية تقدر تقلل الأعراض بنسبة كبيرة سواء أدوية مرخية للعضلات ساعت بندي حاجات اميونو ثرابي أو علاجات مناعية بتقلل شوية وظائف الجهاز المناعي بتاع الجسم عشان ما يضربش في الجهاز العصبي أكتر فكل الحاجات دي بتساعد إن الأعراض تتحسن لكن هي طبعا هتبقى عرضة معظم الوقت إن في تقلصات في العضلات في آلام مستمرة هنقدر نتحكم فيها موروليس بالأدوية يعني دكتور المرض هذا ما يتعالج؟ لا ملوش علاج نهائي هو نقدر نتحكم فيه موروليس بالأدوية بالعلاج الطبيعي طبعا لكن ملوش لغاية دلوقتي للأسف أي علاج نهائي أو علاج حاسم طبعا بالنسبة لموضوع هذا من الممكن الأدوية راح تخفف عنها بعض الأعراض اللي ممكن تتأثر فيها لكن اللي ممكن الواحد لازم يسأله يعني أكيد في بعض الأمراض التأثر خلنا نقول على صداع مثلا بعضها تأثر على جزء معين من الجسم شو أكثر الأجزاء تأثرنا في هذا المرأس أكثر الأجزاء بتبقى منطقة الرقبة الزراعين والسوقين طبعا برضو بتأثر عليهم من نسبة كبيرة ساعات منطقة الوسط بس هي الرقبة والزراعين والسوقين طبعا أكثر منطقة بتتأثر وبيحصل فيها آلام شبه مستمرة وبتحتاج على طول الأدوية عشان الآلام دي تبتدي انسيطر عليها أكثر وأكثر أنا بدي تخاف صراحة أنا عندي آلام شرقبتي شوي نعم أي حدي عنده آلام ممكن يخاف ولا لا دكتور طب منه أكيد لنا زي ما قلنا المرض نادر جدا أبو يصيب واحد الاثنين في المليون فهو مرض عصبي نادر جدا طبعا الله يبدي شرق يا ربي الله يعافينا جميع طبعا دكتور إحنا نخاف من الأمراض النادرة يعني خاصة عندما تسمع مرض نادر يعني المفروض أن نسبة نسبة إصابة الناس تكون قليلة يعني أكيد 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 بس طبعا ما نقدرش نبوز ما نقدر نقول إنه ما راح يصير هو مش حيصير بس هو حيصير بنسبة قليلة جدا بس للأسف العلم كل يوم بتقدم ممكن فإن ممكن نكتشف علاج جديد ليه في المستقبل بس هو لغاية دلوقتي لأسف ملوش أي علاج وكيف ممكن يتطور يعني هذا المرض يعني مثلا الواحد إذا صاب هذا المرض لأي يعني أقسى مرحلة ممكن يوصلها أقسى مرحلة ممكن يعني يقض في البيت خالص طبعا إنه هو من كتر التيبس بيبقى الجسم متخشب يعني أكنه إنسان عجوز خالص مش قادر يتحرك مفاصل كلها متيبسة بيجيلوا تقلصات العضل العضلي بشكل مستمر وساعات بعض الأوقات الأدوية ما تقدرش تتحكم بنسبة كبيرة فبيفضل يعاني من الألم وعدم الحركة وده طبعا بيصيبوا بقى ممكن بالاكتئاب بالتوتر أكثر أكيد هي أصر حالته نفسية كتير طبعا نحن نرجع أكيد لسيلين ديون اللي أجلت كل حفلاته لـ 2024 هل الوقت هذا كافي أنها تتشافأ ولا تتحسن بشكل عام ما نقدرش نقول برضو كده يعني ممكن الأدوية تتحكم نوعا ما بس ما قلت خواه ما فيش علاج نهائي فمش هنقدر نتوقع قوي إلا هيحصل ممكن بعد سنة أو حتى بعد سنتين ممكن أحبال الصوتية تتحسن شوية ممكن لأ يعني الموضوع يعني محتاج أساسمنت ومحتاج متابعة عشان نقدر نوصل لحاجة في الآخر يعني ما في وقت معين نعم بالضبط لا ندارش نتوقع طبعا خالص لأسف نحن نتمنى لها الشفاء ونتمنى شئ لكل الناس والله يبعد عننا الأمراض دكتور شريف التاودي أخصائي المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى الكندي التخصصي نشكر تواجدك معنا اليوم شكرا مرسي قوي شكرا مرسا